موسيقى 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 يسعد وعدكم أهلا وسهلا فيكم اليوم وصفتنا مميزة وطيبة تستحق التجربة من الوصفات اللذيذي والشهيه اللي ممكن تنوعوا فيها أطباقكن اليومية كانتون الصيني اللي ما مجربها يجرب هالوصفة الطيبة قدمتها مع الرزق الأبيض شايفين ألوانها وشكلها عن جد بيفتح النفس وأنا من العشاق هاي الأكلات إذا لست موشتركين بقناتي شو بعد كون ناطرين نزلوا واشتركوا وفعل جرس تنبيهات وشوفوا الوصفات اللي فاتتكن وانتظروا الوصفات الجديدة اللي رح قدمها إن شاء الله رح تكون مميزي وجديدي وتنال إعجابكن ولا تنسوا اللايك كتير أساسي لدعم الفيديو هلا تفضلوا معي لحتى نشوف الطريقة والتحضير مع بعض عندي دجاج 800 إجرام ورك مع فيلي غسلتهم بخلوا ملح مسبقا وهلا رح ضيف عليهم ملح حسب الرغبة معلقة شاي من بودرة الزنجبيل ومعلقة شاي من الفلفل الأسود نصف معلقة شاي من الفلفل الحمرة حلوة وحرح حسب الرغبة صويا سوس هاي أساسية بالأكلات الصينية رح حط معلقة طعام كبيرة كمان خل أبيض رح حط نصف معلقة طعام شايفين ما في توابل كتير هلا رح أخرطهم وغطيهم أتركهم نصف ساعة بالبراد بعدين رح نشوف شو رح نعمل فيهم هلا رح أعملهم تغليفة هي كوبة طحين مع نصف معلقة من الباكينج باودر ومعلقتين طعام من النشا كورن فلاور وسمسم محمص معلقة أو نصف طعام ملح حسب الرغبة بخلطهم مع بعض وهلا رح أغلف الدجاج بهي الطبقة وجهزهم للألي منسخين زيت يكون درجة حرارة متوسطة طبعا أنا رح أغلف دفعة ومباشرة أقليون ما بصير غلف كل شي بالطحين أتركه لأن بعدين رح يصير الدجاج رطب كثير ويلزق ببعضه نحن مشان مايلزق ببعضه ويصبح هيك مقرمش منعملو هيئة تغليفة منحاول نحن نحن نحط القطع بالزيت من بعضهم وأول دقيقتين ما بلنسهم نهائيا بعدين بلش بحرك فيهم حتى مايلتزقش بطنجرة الألي أول مقلة منحركهم بالشوكي لحتى هيك يستبو وياخدوا لون حلو برفعهم وبحطهم على شبك لتخلص من الزيت الفائد برجع بتابع اللي دفعة تاني كمان بغلفها مباشرة بطبقة لطحين ومكونات اللي اللي اضفناها ومننزل بالزيت هيك لتخلص كل الكميه هلا المرحلة التاني بوعاء رح أحط تلت كوب من الزيت النباتة سخنه وضيف عليه حبة بصل مقطع بهذا الشكل رح أقلبها بالزيت وضيف كمان توم هذا التوم يلي حضرته بفيديو خاص لحفظ التوم رح أترك لكم رابط وصندوق الوصف بحط أدرس النائتين مدقوين وبقلب على نار متوسطة كمان رح أضيف عنصر مهم بنكهة الكانتونسطيني هو الزنجبيل عندي الزنجبيل مدقو قدر معلقة الشاي كمان بقلب مع البصل والتوم ورح أضيف فلفل ملون مقطع بهذا الشكل أو شرحات عريضة حسب انتو شو بتحبه وكمية الفلفل تكون حبي من كل لون ومنقلب لحتى تتبلع لنا الخضرة شوي هلا رح أضيف كمان حبة جزار مقطعه لشرائح رفيعة بهالشكل هاد رح أحط ملح هلا أضيف قطع الدجاج اللي قليتها مسبقا بحاول أملهم تقليبي خفيفي مع الخضرة هلا رح أعمل حفرة بالوسط بدي أعمل الصلصة اللي رح تعطي اللي كانتون صيني النكهة الأصدية عندي معلقة ونصف من الصويا سوس ومعلقة ونصف من الكتشاب رح أضيف كمان الهات سوس الأكلات الصيني دائما بيكون فيها حر نصف معلقة شاي من الفلفل الأسود نصف معلقة شاي من الزنجبيل وعندي معلقة ونصف طعام من الكورن فلاور لتعطي سماكة للسوس وعسل معلقة طعام أو بتحطه سكر بقي عندي إضافة المي مي عادية عندي كوب 300 ميل وبشوف إذا رح يلزمني مي بعدين أو لا حسب سماكة السلسل بديها بدوبهم مع بعض وبحطهم بالحفرة اللي عملتها بالوسط طبعا النار بتكون كتير هادية بعدين رح أقلب بشكل خفيف الدجاج والخضار مع السلسل اللي تسبكت وبشوف إذا لزم مي بحط ماء ساخن حسرا هرجع أضيف كمان نصف كوب مي طبعا النار كتير هادية شايفين السلسل كيف صارت والمنظر عن جد لا يقاوم كتير شاه هلأ رح أغطيهم لمدة خمس دقائق على نار كتير هادية متل ما حكينا بتتعقد السلسل مزبوط والدجاج يستوي بشكل كامل بطفي عليهم وبقدمهم مع الرز الأبيض يلي جهزتوا مسبقا فيكن ترجعوا تدعموا الطبع بالسمسم الني أو السمسم المحمص حسب ما بتحبه ويقدم عن جد من الأكلات الطيبة المميزة يلي تستحق التجربة وأطباق جديدة مختلفة عن الأطباق التقليدية العربية يلي منعرفها وخاصا إذا لدينا عزومي أو ضيوف حابين نعمل هيك أشياء جديدة بنصحكم بهذا الطبق المميز والسهل وسريع التحضير وبيعمل كمية وفيرة كمان وقت التقديم ممكن نرجع نحط رشة سمسم ونكسر هيك اللون شوي برشي من البقدونس المفروم صحتين وألف هنا إن شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا اليوم بالمشاهدة وبتمنى منكم تعملوا اشتراك بقناتي إذا لم يشتركين فعل جرس تنبيهات وشوفوا الوصفات اللي فاتتكن مسبقا بقناتي إن شاء الله في أشياء كتير حلوة رح أقدمها كلوا بالانتظار ولا تنسوا أذكركم باللايك كتير أساسي لدعم الفيديو سلام